سياسيا تواصل أطراف الأزمة السورية أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات جينيف وسط تأكيد المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا على ضرورة بحث العناوين الأربعة التي يتضمنها جدول الأعمال مصدر صحفي من جينيف أكد أنه من المقرر أن يعقد ديمستورا جولة مباحثات جديدة مع وفد النظام وجولة أخرى مع وفد المعارضة الذي سيركز بدوره في مسألة الانتقال السياسي بينما سيكون اللقاء الثالث مخصصا لما تعرف بمنصة القاهرة وكان ديمستورا قد أكد أنه لا يتوقع تحقيق خروق خلال هذه الجولة أو حصول معجزات مشيرا إلى أنه يسعى فقط للبناء على ما تحقق في الجولة الماضية